تعتزم منطقة تابوك تشغيل أولي لمراحل مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية ضباء الخضراء منتصف الشهر القادم من العام الجاري 2017 للميلاد والذي سيعد من أكبر مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم ويهدف أيضا المشروع الأملاق لاستقبال مشروع نيوم وغيره من المشاريع العملاقة التي ستشهدها المنطقة بجاهزية عالية في الطاقة الكهربائية البديلة ويتوقع أن يتم الانتهاء من تشغيل مراحل مشروع ضباء الخضراء بعد تسعة أشهر من الآن ليكون بذلك واحدا من أضخم وأندر المشاريع الخاصة بتوليد الكهرباء الصديقة للبيئة في العالم كما سيجعل المشروع من تابوك بوابة لتصدير الطاقة الكهربائية إلى العالم بعد تنفيذ منظومة ربط فريدة ونادرة لجهد كهربائي عالي الموثوقية حيث سيتيح المشروع الاستفادة من الربط بين منطقته الشمال الغربي ومنطقة الشمال الشرقي